بسم الله الرحمن الرحيم ازاي متابعي ومشاهدي صفحات المصر اليوم على السوشيال ميديا اهلا بيكم في لايف جديد من المصصة للتحرير لمصر اليوم معاكم نور دواء العباس هنتكلم في ابرز الحاجات الموجودة على الساحة الرياضية ولعل الابرز يعني والاقوى لا صوت يعلم هو صوت المنتخب الوطني طبعا المنتخب الوطني ادري الحمد لله ان هو مبارح يفرحنا ويتخط عقبت منتخب كوتيفوار احد المرشحين بقوة للحصول على البطولة شفنا مبارح اداء مختلف تشكيل مختلف لعبة بتلعب في اماكنها شفنا روح مختلفة شفنا قتال على كل كورة وده اللي احنا كنا بنطلبه وكنا بنتمناه لانه ده اللي كان معودنا عليه المنتخب الوطني الحمد لله كنا احنا موفقين جدا في اللايف اللي عملناه قبل المباراة بيوم اه تكلمنا فيه على التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني والحمد لله كان نفس التشكيل اللي بدأ به كارلوس كيروش حتى لما تكلمنا فنية من وجهة نظرنا وقلنا ان احيانا ان كارلوس كيروش ما بيعملش الكلام ده بس اتحقق الحمد لله على الارض الواقع في المباراة اه تكلمنا على تقارب الخطوط مفترض ان احنا يبقى خطوطنا قريبا من بعد علشان ما يتمش اللعب من ورا خط الوسط في المنطقة الخالية ما بين خط الوسط وما بين خط الدفاع دي كان تمت معالجتها بشكل كويس جدا في المباراة كمان اتكلمنا على فكرة الترحيل والتحركات في الحالة الدفاعية والهجومية وده ظهر بشكل كويس جدا في المباراة فكرة المسلسات اللي بتتعامل الدفاعية في كل جبهة ما بين يعني في الناحية الشمال كان عمر مرموش بينزل يدفع بيقرب عمر الصلية مع تواجد احمد فتوح فده كان بيخلق نوع من ان هما بيديقوا المساحات على لعيبة منتخب كوتيفور ما كانش عندهم القدرة ان هما يخترقوا من الجبهة اليسرى كان الجبهة اليومنا كان ممكن يكون فيها شوية صعوبات او شوية مشاكل بالنسبة لعمر كمال وده كان طبعا نيني كان بيقرب منه عمر كان بيقاتل على كل كرة وظهر بشكل اكتر من رائع بصراحة تفوق على نفسه لكن ده اللي كان مسببه شوية فكرة ان محمد صلاح ما كانش بيرجع يدافع قوي مع اومر كمال طبعا لتوفير مجهوده في الناحية الهجومية في الانطلاقات اللي ظهر فيها بشكل كويس جدا وظهر بشكل جيد عن المباريات اللي خدناها في دور المجموعات كل اللعيبة قدت بشكل رائع وبشكل هايل يمكن تقارب الخطوط واللعب كومباكت كواحدة واحدة في الدفاع والهجوم ده خلنا كودفور ما تمثلش خطورة كبيرة على المنتخب الوطني مع ان طبعا الناس كلها كانت الانة قبل المباراة من ان كودفور منتخب قوي بيقدر يوصل لمرمى الخصم اللي بيلعبه لكن كل الكرات انبارح كان اغلبها تزديدات من خارج منطقة الجزاء كانت سهلة وتعامل مع محمد الشلناوي هما تقريبا تلت فرص تعمل معهم محمد الشلناوي بشكل اكتر من رائع الفرصة الاولى اللي كانت الباكورد داخل منطقة الجزاء وكان فيه رأسية شلها محمد الشلناوي ببراعة من تحت العرضة وكان فيه كرة تانية اللي تصاب فيها محمد الشلناوي دي كان طبعا فرصة شلها محمد الشلناوي على مرتين زائد طبعا التزديدة القوية القوية ممكن هي دي التزديدة الوحيدة من خارج منطقة الجزاء اللي كانت مؤثرة بالفعل اللي شلها محمد ابو جبل بعد نزول التعامل امبارح كان من كارلوس كيروش مع المباراة اكثر من رائع حتى فكرة التغييرات لما اتصاب محمد فتحي واتصاب محمد الشلناوي كان اختياراته بعد اصابة حمد فتحي لتدعيم وسط الملعب كانت اختيارات هيلة في خروج عمر مرموش ونزول ترزيجيه وبعد اما اصاب حمد فتحي دخلت رزيجيه بقى لعب وسط من ناحية اليمين من ناحية الشمال آسف وكمان احمد سيد زيزو كان موجود في المنطقة دي قدام احمد فتوح كانوا الاتنين شغالين بشكل جيد جدا علشان ما يدوش اي فرصة لمنتخب منتخب كوديفورن ويمس الخطورة على الجابهة دي فالامور كانت ماشية الحمد لله بشكل كويس جدا نتمنى بإذن الله ان احنا نظهر بنفس الشكل بنفس الحماس بنفس القوة في مباراة المغرب اللي هتنمثل اختبار صعب آخر للمنتخب الوطني فرقة منتخبات شمال افريقيا ومدرسة شمال افريقيا مدرسة قريبة مننا في طريقة اللعب بيمتلكوا مهارات وبيمتلكوا على عكس المنتخبات الافريقية اللي بتعتمد على القوة والسرعة اكتر وما بيمتلكوا مهارات بيمتلكوا كواليتي لعيبة هايل جدا كمان احنا بالنسبة لبعض كتاب مفتوح هم عارفيننا كويس واحنا عارفينهم كويس تفاصيل الصغيرة هي اللي هتحسم المباراة بإذن الله نكون موفقين طبعا في صدمة للمنتخب الوطني بعد بسبب غياب محمد شناوي حمدي فتحي بعد تشخيص الإصابة بتاعتهم مبارح محمد شناوي كان جهاد في العضلة الخلفية وحمدي فتحي تم تشخيص إصابته برضو إن هي إجهاد في العضلة الضمة وده هيحتاج من أسبوع لعشر تيام فللأسف يعني مش هيبقوا متوجدين في مباراة المغرب إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم المنتخب ويحقق الفص مباراة المغرب ويتأهل للدول قبل النهائي من الممكن إن هم يلحقوا وإن كانت يعني إن كان ظروف لحقهم بالمباراة في حال تأهل المنتخب الوطني هتكون صعبة لأن في خلال أسبوع عشر تيام بيتم تأهلهم وبعدين يتعامل اختبار طبي يشوف هم قادرين على المشاركة بشكل أساسي ولا لأ يعني من وجهة نظري إصابة حمدي فتحي مؤثرة جدا وبتمثل أزمة كبيرة للمنتخب الوطني لأن ما فيش في قيمة المنتخب لعب يؤدي نفس مهام حمدي فتحي طبعا موجود مهند لاشين موجود إمام عشور إمام عشور بيلعب لعب وسط مساند مهند لاشين كمان بيلعب لعب وسط مساند وحتى إن تم توظيفه في مركز رقم 6 مش هيكون بنفس قدرة وبنفس أداء حمدي فتحي فدي إصابة مؤثرة جدا إصابة محمد الشناوي برضو إصابة يعني بالنسبة لنا مش حاجة عادية لكن اطمئننا مبارح طبعا الحمد لله على حراس مرمى من منتخب الوطني بعد الأداء الهاي اللي ظهر به محمد أبو جبل سواء في التعامل مع الكرات اللي جات له خلال الوقت اللي هو شارك فيه في المباراة أو بتصديه لركلة جزاء اللي رجحت كافة المنتخب الوطني في إن هو يتأهل على حساب الأفيان تجهيزات بقى اللي بيعملها اللي هيعملها كارلوس كيروش الفترة اللي جاية أعتقد أن الأمور مش هتخرج ما بين الاعتماد على تريزيجي أو أحمد سيد زيزو في المكان في وسط الملعب ويتم الدفع بعمر السولية كلعب وسط مدافع ارتكاز رقم 6 ومحمد النيني هيبقى هو المساند الوسط المساند من ناحية اليمين مبارح بعدما خرج حمدي فتحي كان كارلوس كيروش رجع محمد النيني يلعب هو رقم 6 وعمر السولية كان هو اللي بيلعب وسط مدافع من ناحية اليمين لكن المشكلة أن عمر يعني أنني مش بتاعته قوي رقم 6 لكن عمر السولية لعبها في النادي الأهلي لعبها وأجاد فيها كتير جدا كان بيلعبها مع آليو ديانجو كان بيلعبها حتى مع حمدي فتحي فأعتقد الأقرب أن هيكون موجود عمر السولية في المكان ده مشاركة أحمد سيد زيزو أو تريزيجي احنا بنتكلم الواقع اللي احنا شفناه مبارح هيبقى ريسك كبير جدا أنك تلاعب إمام عشور أو مهند لشين تبدأ بيهم مباراة قوية زي مباراة المغرب لكن تريزيجي وأحمد سيد زيزو واخدين حساسية البطولة وبيلعبوا مبارح تريزيجي كان بدأ في مكان عمر مرموش وبعد إصابة حمدي فتحي رجع وسط الملعب مع السولية ومع النيني وأحمد سيد زيزو شارك في مركز الجناح فواحد من الاثنين الأمور مش هتخرج عن واحد من الاثنين إن هو يكون متواجد في وسط الملعب مع النيني والسولية إن شاء الله بإذن الله بنتمنى الفوز لمنتخبنا وبنتمنى إن إحنا نفرح إن شاء الله ونتأهل الدور القابل النهائي نحو البطولة الغايبة عننا بقالها 12 سنة طبعا الحاجة أخيرة يعني عايزين زي ما قلنا يعني زي ما طبعا أسير الأيام اللي فاتت أو في الساعات القليلة الماضية فكرة الانقسمة بين الجماهير المصرية على اللاعبين أو فكرة إن الانتماعات بتتحكم في تشجيع المنتخب الوطني مين منتمي للأهلي مين منتمي للزمالك ده بيشجع العيبته ده بيشجع العيبته في الآخر ده منتخب مصر بيمثل المصريين كلهم وأعتقد إن مفيش حد مبارح مفرحش بتآهل المنتخب الوطني الروح الحلوة اللي شفناها ما بين العيبة المنتخب بعقب الفوز إن محمد الشناوي فرحان لابو جبل وبيهني نفس الأمر ما بين إن أحمد فتوح كان واقف وكان حزين على إصابة محمد الشناوي العيبة ما بينهم وما بين بعض ما فيش الحاجات اللي الناس بتفكر فيها على السوشيال ميديا أو للجماهير بتفكر فيها الرسالة أخيرة للعيبي المنتخب الوطني نتمنى إن انتوا تقدموا لنا مباراة قوية قدام المغرب وتساعدونا لكن يعني أنا كان أمنيت حياتي إن محمد صلاح ما يتكلمش على فكرة التركيز مع السوشيال ميديا أو إن العيبة المنتخب الوطني في بطولة مهمة زي دي مركزين مع الجمهور أو مركزين مع السوشيال ميديا لكن لو هو ده اللي حيستفزكوا أو هو ده اللي خرج منكو الأداء اللي إحنا شفناه أمامكو دفور أتمنى إن انتوا تفضلوا تتبعوا السوشيال ميديا بشكل مستمر إيه كانت آخر حاجة معنا النهاردة تمنى إن إحنا نكون وفقنا في إن إحنا نقدم حاجة مميزة لكم كان معكم وعيل عباس من صالة تحرير المصر اليوم أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته